لو عدنا إلى موضوع الهجرة رسول عليه الصلاة والسلام العادي أن الواحد لما بيسيب حتة عشان خاطر أهلها أزوه وعشان خاطر عمله فيه وسخروا منه وواواوا أنه من ناحيتهم في غصة عنده لكن هذا لم يحدث عند رسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويتمنى ولما قدر أنه يوصل لهم عفى عنهم ويقدم كل ما هو يدل على التسامح الشديد جدا وأنه ما فيش بغضاء جوا قلبه ما فيش تسوية حسابات ما فيش تصفية حسابات النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يدفعه السيئة بالسيئة إنما كان يدفعه السيئة بالحسنة من أهم الصفات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك أنا عاوز أقول أنه رغم الهجرة رغم الهجرة ورغم أن أهلها أخرجوه من مكة واستلبوا ماله وحقه وبيته إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكن لهم شوقا وحبا واحتراما وتقديرا وكان يدعو الله لهم ورجوعوا من الطائف أيام كان بمكة يدلوا على هذا لما قالوا ملك الأخشابين وطلبوا منه أن يطبق الجبلين عليهم فأبى صلى الله عليه وسلم وقال له دعهم لعل الله يخرجوا من أصلابهم من يعبدوا الله وحده أدي إيه النبي كان عظيم صلى الله عليه وسلم ولهم اذهبوا أنتم أدي إيه كان هو داخل وسمع الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة قال كذبت اليوم يوم المرحمة المرحمة يعني لما صلى الله ويددي لكل واحد قدره اللي كان في الجاهلية عنده قدر عظيم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن مش خلاص يسقط رؤوس القوم اللي ما يعرفش أقدار الناس لازم يندس ما فيش فايدة نعم 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 منين بقى خرجت هذه الجماعات بهذا الفكر الانتقامي بهذا الفكر الوحشي بهذا الفكر يعني كل ده والمفروض أنهم محسوبين على الإسلام ومحسوبين على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو ده سبب استعلاء الخطاب يعني الشعور بأننا أعلى منك الشعور لما أنا حضرتك بصلي وانت ما بتصليش انا انت هتخش جهنم وانت وانا مش عارف ربما يختم لك بخاتمة السعادة الشعور اننا عندي حفظ القرآن انت مش حفظ القرآن فانا عندي حالة من حالات الاستعلاء طبعا هو في تميز عند أهل الله وفي تميز عند أهل الطاع بس تركوا التميز ده لله مش ليك انت لابد أن ترى نفسك أقل من الناس جميع اذا كان القدوة مش كده طبعا فانت جبت منين القدوة وبعدين انت يجي تقول لي لا ده أصل ما هو فلان عمل ما هو فلان وعلان واللي انت جايب سيارهم وكلهم يعني رضي الله عنهم وارضاهم لكن محدش فيهم بنفس مقام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ازاي تاخد القدوة من غيره وهذا يدل على أنهم ليسوا متسننين بحق ده يدل على أن ده في فرق بص في فرق ما بين الدين والتدين هو عارف الدين إنما ما عندوش تدين التدين الحق هو توضع للناس التدين الحق هو بشاشة التدين محبة التدين التماس للعذر التدين خفض للجناح التدين احترام للآخر التدين خفض للصوت وغض للطرف والتماس للعذر التدين هو التغاضي والتجاهل والتغافل عن أخطاء الآخرين التدين هو عدم تتبع العثرات لهم أتدلون من أشروا الخلق قالوا من قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة البني آدم الذي يتشبث بأخطاء الناس بيتمنى الناس تغلط بيتمنى يشوف القدوة متعاص عاوز يشوف الشيخ بيعمل زنب أو بيعمل معصية